السلام عليكم على الكنال. اليوم قد أتحدث أن الساعة جديدة يأتي من شركة سامسون يسميها السامسون جالكسي واتش 4 كلاسيك. وهنا أقوم بإمكانها الـ LTE. يعني أنه يمكننا أن نستمع ونستعملها. نعمل مكالمات ونقوم بمساجات. وليس فقط. إذا أنا برات البيت ومعهم أستعمل التليفون. يمكنني أن يتسمع موسيقى. يمكنني أن أقوم بعمل عدة شغلات لنستعمل على التليفون الأساسي. في قلب هذه الساعة. هذه الساعة أيضاً لديها شغلة جديدة. موجود عليها الـ Android Wear 3. هذا الجديد الذي نزلته في شركة سامسون. لم يعملت مع جوجل الذي تنزلوها. لكن صراحة صراحة التطبيق الموجود عليها للسيستام هذا التايزن. مثل كأنه مقاموا. عملوا تغييرات كثيرة للـ Android Wear 3. بشكل أنه عندما تفتحوا العلبي وتطلعها الساعة. لا تعرفوا عليها Android Wear. يلا شكراً جزيلاً على كل الناس الذين عملوا اشتراك على القناة. أنا طارق. دعونا نتحدث عن السامسون Galaxy Watch 4 Classic مع LTE. اعملوا لايك وسجلوا على القناة حتى دائماً تعرفوا عندما نزلكم فيديوهات جديدة. وهذه هي البيتة للساعة Galaxy Watch 4 Classic مثل ما قلت لكم فيه نوعين. لدينا الـ Watch 4 العادية التي تكون صغيرة معمولة للفتنس. وكلاسيك معناته بشكل مثل الساعات العادية. هذه هي شكلها كبير وعندهم حجمين عليها. أنا جبت أكبر 1.46 مم. على الشمال مكتوب علي سامسون Galaxy Watch 4 Classic. في قلبي القلبي يأتينا الـ Quick Start Guide. الشرجر طبعاً نستعمل USB-A مع المغناطيس عليه التي نقدر نشرح الساعة. وغيراً نرى الساعة مع هذا الساعة. الميسي الموجودة هنا التي نجت مع الساعة تعيتي أنا كبيرة. لكن عندما تشتروا الساعة يمكنكم تختاروا الحجم. وهذه هي الساعة. الساعة مثل ما قلت لكم أول شي. لدينا هنا الشاشة 1.4 إنش Super AM للدس بلاي. يمانيتها 450x450. لدينا Always On. لدينا الـ Gulleri Glass أيضاً لنضبطها. الحاسوب الجي بقلبي هنا. Exynos W920 Dual Core ب 1.18 جيجا هيرتز. 1.5 جيجا بايتز لرام و 16 جيجا بايتز للذكرة. لدينا واي فاي بلوتوث. وهذا الموديل الذي لديه مثل ما قلت لكم عندي LTE كمان عليه. لدينا المساري فيها نستعمل NFC يستعمل على Samsung Pay والGoogle Pay. لدينا بمشي مضبوط. لدينا Bixby هنا نستطيع أن نسيطر عليه للأسسستن. لدينا الهارد رايت. الـ SPO2. بارومتر. ECG. بلد برشور. كل هذه الشغلات التي نستعملها من قبل. البطارية الموجودة هنا 361 ميلي أمبير. تضيينها تقريباً 24 ساعة. وقصدي أنا معناته إذا تفيقوا الساعة 6 السباح وتشارجوها 100% تضيينكم لتين نهار إذا تضلكم لأبسين أنتم نيمين لتين نهار تعريباً من 15% باقي عليها. لما تفيقوا ثاني نهار تكون ترجعوا وتشارجوها. السبب بالبين وهذا لأن البطارية موجودة هنا أصغر من الساعات الثانية التي ترونها بالسوق. 361 مليح. لكن أيضاً كما قلت لكم. كان أمنيتي أنا خاصة مع LTE لو يعطونا بطارية أكبر قليلاً. لدينا نهار تقريباً بالشارجوها بالقلبي مثل ما أفرجيتكم من قبل. وغير ذلك كما نستعمل تلفونات سامسون لنشارجوها للساعة لدينا بالنهار تقريباً لدينا نهار تقريباً. لدينا 5 أمسفير. IP68. وميل سبكت 810G موجودة هنا. معناته إذا ضربتوها بالحيط قليلاً بتمشي مضبوط. لا يوجد أشكال. على الشمال هنا نستطيع أن نجلب الـ Notification. على اليمين لدينا السيستامات التي نستطيع أن نضبطها. من فوق لدينا الـ Notification Panel. لدينا نفتح عدة صفحات نستطيع أن نضبطها. ومن تحت لدينا التطبيقات الموجودة على الساعة. مثل ما تلاحظوا صارت تقريباً مثل نتاعت الـ Apple. ولكن على قليلة سوف نستعملها من تحت. وكل الجهات سوف لدينا معلومات تأتي منها. المورايل من السن الماضي الذي كنا نرى هنا. الجالكسي واتش 3 تغيرت قليلاً. على الشمال لدينا نفس الشيء. المعلومات على اليمين. نستطيع أن نرى أيضاً الشغلات التي يسموهم. لدينا أيضاً الـ Notification من فوق. كما ترى لدينا الـ LTE. ومن تحت هنا لا يمكننا أن نسحب شيء من تحت. لأن هذا لم يكن موجود في الآية Tizen من قبل. هذه على الشمال هي السيستام الـ Android Wear 3 الجديد. ولكن يركب كل المواصفات لدينا Tizen من الساعة القديمة عليها. عندما نسحبها من فوق نرى أن كلهم شكلهم قريبين من بعض. لا تعرفوا أن هناك فرق بياناتهم. وغير ذلك عندما نسحب من الشمال لدينا المعلومات. وعندما نستطيع استعمل الساحبات هنا على الشمال. نستطيع أن نقللها على اليمين وشمال لنستطيع أن نرى ماذا نفعل. كثيراً شغلات قريبة من الساعة التي رأيتها من السن الماضية. ولكن الشغل الوحيدة التي يجب أن تعرفواها. أنه قلبوا البند مثل هذه الساعة من 22 مم إلى 20 مم. معنات أنه إذا لديكم الساعة القديمة تقلوا على جديدة. نريد أن تشتروا جديد على اليوم الذي يمشوا مع هذه الساعة. الشغل الوحيدة التي نستطيع استعمل هذه الساعة من ساعة تيكواتش 3 برو. هذه الساعة قالوا عليها شركة جوجل وخاصة شركة ماتبوي. إن شاء الله سيأتي عليها الاندوريد وير ثلاثة. ولكن بعد أن نعرف كيف سيكون شكله علي لها التليفون. الساعة. هذه الساعة لدينا أيضاً شاشتين. واحدة منوكروم. والتاني عليها ملونة حتى تقدر توفر البطارية. البطارية هنا تقريباً 600 ملي أمبير. ويستطيع أن هنا يشي نهارين ونصف. بدلاً من هنا ترونها تقريباً نهار واحد فقط. يعني أننا نشرجها كل يوم. ولكن غير ذلك اللي لاحظون شكل كثير حلو فيه أن يستعملوا 20 ملي متر. كنت تستعملوهن. هذه لديها ويرلس. هذه لديها البوغو بين. لدينا نشرجها فيها للساعة. وبتمشي مضبوط. ولكن غير ذلك كل شيء يمشي تقريباً حلو كثير. وهذه لديها أيضاً البرايمة موجودة لفوق. لديها الساعة اليمين. والشيء الثاني الذي يجب أن نعرفها هو أنه لنستعمل هذه الساعة يجب أن نضبطها على التليفون. ولكن لا يحتاجون حتى أن نزل التطبيق الاندرويد وير من شركة جوجل. التطبيق الوحيد الذي يمكن أن نزله هو اسمه الوير من سامسون. سامسون واتش فور بلغين. موجود في قلبه. ولكن هذا هو التطبيق اسمه وير من سامسون. ونستطيع أن نستعمله ونستطيع أن نسيطر على كل شيء في الساعة. نضبط الوحيد والشغالات الموجودة هنا. نضبط الوحيد الجديدة. وطبيقات التطبيقات كلهم. نستطيع أن نعملهم مستطيع أن نضع ونقوم بإمكانهم ونزلهم حديثاً محل الذي يريدنا ونقوم بإمكانهم وكما قلت لكم بإمكانكم أن تستعمل لجوغل باي أو حتى سامسون باي. الابدين. يمكنك أن نشاهدوا ما هنا على التطبيقات الموجودة لها للتطبيقات الجديدة. كلها جميلة. نضبط أيضاً الوحيدة يعني مثل ما كنا نزبطها هون على التلفونات سامسون نقدر نغيرهم نقدر نعمل نفس الشي هون ونقدر نغير ونزيد ونقيم شغلات اللي ما محتاجينها الشغلة الثانية كمان اللي بحب شوفه هون التايلز فينا نعدها نغيرهم نقدر نزيد زيادة ونقدر نحطهم بالمطرح اللي بدنا إياهون بيفرجوكم مزبوط هن كيف موجودين على الساعة الواش ستنجز كل الشغلات اللي بتستنظروها شو هنه الناتفكيشن، الساون وفيبريشن الديس بلي في عنا الـ Always On Display في عنا كمان الـ Turn On Media Controls مع عنا السماعة موسيقى الـ Time Out كل الشغلات اللي بتكونيها وفيكو نزبو كمان الـ Auto Brightness تحت الـ Advanced Features نعمل نزبطهم شو هون اللي بيشتغل عليهم الكباسات هلأ موجودة أول شي لما رمجبت للساعة كان مكتوب عليها هون نكونوا Go to my recent app اخر تطبيق استعملتو بدور تاني زر معمول كانت تغريل لندور بكسبي إذا ما بتستعملوها على الساعة لانه ما عنا طريقة تستعمل الـ Assistant Google هون بتكون تستعملوها إذا ما بتكونيها فيكو تغيروها هون بتعملو تغيرو الزر لانه تعملو مثل انا شفتي هون Press and hold button إذا بعمل هون بكبسها ماذا بتفتح الـ Android Pay وإذا كبست الزر وضعيتني ماسكو هتعمل الـ Power menu هون فيه نشوف شو بدي أعمل فيه للتليفون فيكو تعملوها بكسبي ولا هكي بس هذه الشغيل الوحيدة الموجودة هالله Answered Calls وكل هالشغلات موجودة هون مثل ما شفناها من قبل البطارية بتشوفه هون بتفرجيكم شو هون تطبيقات اللي عم تستعمل للتليفون حتى تعرفوا مزبوط Mobile Network One UI Watch Home هذا اللي مسميينه عليه للسيستام اسمه One UI الشاشة وكله يمشي مزبوط اخر شي كمان فينا نشوف Manage Content هاي هالله التطبيقات اللي موجودة عليها بس فيكن تنزلوا موسيقة وصور عليها للتليفون وفيكن كمان Auto Sync إذا بدكم تعملوها مثل ما بدكم مثل ما قلت لكم عنا 16 جيكا بايت ذاكرة هون موجود عليها للساعة نقدر نستعملها Mobile Plan هيدا بيشت بيمشي مع التليفونات ولا الساعة لما يكون عندها LTE وتكون تسجلوها مع شركة التليفون تعيدكن هون مثل ما عم تشوفوا هون Service Provider T Mobile ما بيقول ما عندي الساعة لانه ما زبطت من هون اتصلت بالشركة بس فيكن تشوفوا وتضبطوا عدة شغلات آخر شي هون فينا كونت تحت General فينا نشوف اللغات الموجودة هون فينا نزل اللغة العربية على السامسون كيبورد كيف تفكروا فيها بس ما قدرت لأي طريقة نقلب اللغة الكاملة عليها للساعة للغة العربية بدي شوف فدأ إذا موجودة يمكن هون عم بعملها ستنج يمكن أن تغير اللغة كاملة واخر شي كمان عنا هون الاكاونت الأكسسابيليتي نستعملها في عنا الاكاونت الباك اوب الواتش سوفور اوبتايت في عنا نعملها تجديدات نشوف زفوائل أي شيئ شيئ موجود وعلى المامورية موجودة هنا مثل رغم أننا 1.5 جيجا بايت 1.2 26 موجودين لأينا ونستعمل جيجا بايت كامل وهذه هي كل شيئ نتعملها الواتش ستنج نستعمل سامسون سمارت تنجز سامسون أولا الساعة المانيول والستور عندما نقبس الزر بطل يأخذنا على الجالكسي ستور صار يأخذنا ضغري على جوجل بلاي ستور هذا لأن هذا التليفون بقلبه له التليفون ونستعمل جوجل بلاي ستور هذا من الشغل الوحيد الذي نبدأ لنرى أنه هذه الساعة أنا أعرف قلتها التليفون ليس فقط لنستعمل أندرويد وير لذلك نستعمل جوجل بلاي ستور فيها خلينا نتحدث قليلا عن المقارنات بينها الساعتين إذا كنتم من الساعة القديمة إلى هنا الشغل الوحيد الذي نقدر لكم هنا يغييرها الزرار صار أكبر لدينا ميكروفون وميكروفون نقدر نعمل كلمات كلها الشغلات بعد نفس الشي غيروا حجم الستراب صار من 22 إلى 20 هذي كمين شغلة غيروها منقدر نستجل نشارجها بالماغناطيس الماغناطيس الذي يأتي معنا الصغير يأما فينا نشارجها بظهر التليفونات سامسون وكلها نفس الشي غيروا الساعة بدل ما يكون نقص الزر التحتين اللي نفتح في البيئات كلها صار لازم نقص السحبة من فوق وهذه الشغلة جديدة وعجبتنا سامسون باي كلها نفس الشي ما زندرزوله جديدة بابا عنا نستي صار كلهم على نفس الشي ومعناته كل ما تستعملوه سيكون تقريبا نفس الشي وفيكم تختاروا وتضبطوا اللي بتغنيه الشغل الوحيدة اللي عجبتنا اكتر شي انه مثل ما تلكم صافيا نستعمل جوجل بلاي ستور رغم انه امنيتي انا لو فينا نستعمل الاندرويد اسيستن بدل ما نستعمل بيكسبي هذي شغلة موجودة بعدها من السن الماضي رغم انه سامسون قالوا انه التليفون او بيكسبي صارت احسن بكتير وصار لازم نستعملها بتمشي منيح بالنسبة للي بعدها قوتها هلأ كتير كتير وراها لجوجل اسيستن ومي لازم يلقونه طريقا ان قد يجبطونيها يمكن ان شاء الله بالمستقبل يجبطونيها بالساعة جديدة مع القصة البطارية مثل ما أخبركم انا الساعة بتضيني تقريبا 24 ساعة يعني قصدي معناته انه بطوال النهار بلشنا على ساعة ساعة الصباح بشرج الساعة المية بالمية بشرجها أول شيء وبعد ما شرجها بالليل لما بصير تقريبا على التسعة وعشر لما فوت بنا بخليها مثل ماسكها بفوت على النوم وبعدها لما فيقتنا يوم الصباح بكون عندي تقريبا شيء عشرة بالمية باقي هذا أهم شيء لازم تعرفوا انه هذه قوتها بس الحلاوي فيها انه اذا بتكون اياها موجودة عندكم فيكن تستعملوها تركته تستعملوها سماعات البدز عليها كمان وتسمعوا موسيقى الحلاوي فيها هون كما نرى انا منزل الـ Google Play Store هذه الشغلة جديدة كما ترى لم تكن عناياها من قبل ونفتحها ونتسمع على كل الموسيقى التي نريدها ونرى ما نريدها كما نرى هنا المعلومات الموجودة هنا بلوتوث بلوتوث وموجودة وكما لدينا وفينا نضبط كل التطبيقات الموجودة وكما نرى نضبطها الحلاوي فيها بلوتوث هذا الزر المكتوبة مثل نلقة الماء عندما تنظروا على البركة أو تلقتوا حمام تظهروا من الماء عندما يكون هناك ماء قاعدة بالسبيكر تريدها للساعة هذه منستعمالها لتعطي صوت لتخبخ الماء حتى يقعد الماء ويأسس بالماء على الساعة هذه مهمة يجب أن تعرفوها خاصة إذا كنت تتسبحوا فيها على الساعة كل المميزات التي نرى هنا تجدد من المشروف بلغم أن تغيروهم قليلا لدينا الآن الواتش 4 وعندنا الواتش 4 الواتش 4 الواتش 4 معناته الأحجام التي تكون كبيرة تشكلها مثل الساعة العادية وعندنا البرايم الموجودة بسموها الكراون عادي الساعة الجديدة التي نزلتها سامسون لا تسموها ديجيتال مثل الاكتف لديهم لذلك تختاروا الساعة التي تمشي لكم بالنسبة لي يجب أن الساعة يكون شكلها مثل الساعة وليس فقط يجب أن يكون أي شيء اسمه 5G على ليلة الساعات لأنه رغم أنه لدينا الإمكانية نستعمل الإنترنت لا يمكننا كثيراً شغلات لا يمكننا نعمل أو حتى شغلات مثلاً مثل جوجل بلاي ميزيك أو حتى السباطفاي هذه شغلة كثيراً حلوة ويمكننا نسمعون كما نتركوا لما نتمرن تركتوا برا ولا تكونوا برا ولا تخطوا التليفون هذه شغلة كثيراً مهمة فيكم تستعملوها بها النسبة أنا أعتقد أن إذا كنت تستعملوها في الرات البيت الألتي إي هي ستكون أحسن شيء تعمل لكم ولكن إذا لم تكن هنا لا تحتاجون كثيراً يعني كل شيء يمشي مصبوط الشغلات الثانية التي أحب أن أرى فيها في هذه الساعة مثل ما قلت لكم الجوجل أسيستن كانت تفضل أن يكون موجود يعطونا الإختيار بين بيكسبي والجوجل أسيستن على التليفون طبعنا يمكننا نعمل الإختيار يمكننا أن نسحب من تحت نطور الإسيستن يسمونها مثل السكن تبعهم على التليفون مثل ما نرى على التليفونات الثانية مثل هي موجودة فوق الأندرويد الآن نرى معناته تايزن فوقه أيضاً للتليفونات الأندرويد وير ثلاثة من شركة جوجل وهذا مهم تعرفوها ولكن إذا كنتم من ساعة سامسون من قبل ستكونوا كثيراً مرتاحين كل شيء موجود بنفس المحل غيروا فقط الشغلة واحدة المطرح لا نستطيع التطبيقات تصبح صحبة من تحت حباً ما يكون تبسط الزر السامسون باي موجودة هون كل شيء مزبوط كل التجديدات فيها حتى التطبيق اللي بنستعمله على التليفون نفس التطبيق اللي نحن نستعمله لنضبط عدة شغلات مقارنتها بين هالساعة والسنة الماضية ما في أشكال إذا عم بتبقى تكون هالممميزات جديدة خاصة الإي سي جي والبادي ماس هذه الشغلة الجديدة اللي نزلوها اللي فينا نتبس نقل نحط أصبعنا على الكبيستين هون لنقدر نعمل التطبيقات للبادي ماس هذه الشغلة جديدة وهذه الشغلة كمان غيروها من السنة الماضية هذه السنة موش بس منحط الساعة على إيدنا لازم نحط أصبعنا كمان إذا ندور الإي سي جي ونعمل الأصبعين كمان إذا نستعملهم للبادي ماس هذه الشغلة جديدة ركبوها خبروني تحت قولوا لي ماذا يجبون فيها هذه الساعة هل أنتم بتخمنوا بتفضلوا تجيبوا ساعات السمارت واتج ولا بتحبوا ساعات العادية مثل ما تشوفوهم الفتنس تراكر اللي منشوفهم من ساعة من شركة سامسون مثل أكتف تعيتهم ولا شركات تانية خاصة أنه هلأ في عنا كمان عدة شغلات خاصة أنتم عائفين التك واتج من موبفويت قالوا أنه سينزلوا الأندرويد وير ثلاثة عليهم إن شاء الله بأخر السنة تقريبا ممكن أول سنة جاي ونشوف كيف يكون هالتطبيق يزبطوه مع السيستام طبعهم فوق أندرويد وير ثلاثة شكرا جزيلا على كل الناس اللي من الاشتراك بشوفه إن شاء الله بالفيديو الجديد مع السلامة